اتفقت معظم دول مجموعة غرب أفريقيا إكواس خلال اجتماع لرؤساء أركان دول المجموعة في غانا على الانضمام إلى القوة قوة الاحتياط التي يتم الحشد لها لاحتمال تدخل العسكري لإنهاء الأزمة في النيجر خلال الاجتماع أكد مفوض شؤون الأمن المجموعة أن التكتل سيستعيد النظام الدستوري في النيجر بكل السبول المتاحة معتبرا القادة العسكريين في نيامي بأنهم يتظاهرون بقبول الحوار لكنهم يصعون لتبرير الانقلاب طالق تربع موعد التدخل العسكري في النيجر للمزيد معنا من جمينا مدير تحلل صحيفة شاغلي إشاري إنفو الإلكترونية أبكر إدريس حسن سيد أبكر مرحبا بك معنا إذن عندما تقول إكوس أن أغلب الدول أو معظم الدول في التكتل ما عدا تلك الخاضعة لحكم عسكري والرأس الأخضر يعني مؤيدون للانخراط في قوة الاحتياط هاته لكنهم ما زالوا يعطون فرصة لديبلوماسية وأن كل الخيارات تبقى مطروحة هل هم جادون في عملية التدخل العسكري وقوة الاحتياط هاته أم يتم التلويح بها برأيك من أجل الضغط في إتقالي حتى الآن هذا التدخل العسكري الذي يمكن أن يكون الخيار الأخير لتجمع أكوس المجموعة الإقصادية لدول غرب أفريقيا يعتبر حتى الآن تلويحا وليس بعملية ستقع على أرض الواقع في مقبل الأيام لأن حتى الآن هم يعني يقولون هناك فرصة للحل الدول الماسي في إتقالي أن موظم هذه الدولة التي اتفقت أيضا بعضها يرجع إلى البرنامونات حتى توافق هذه البرنامونات وتوجيز التدخل العسكري خارج الهدود في بلاد أخرى فبالتالي موظم هذه البرنامونات لربما لم تصادق على المشروع الذي سيتم إرسال قوات خارج البلاد على سبيل المثال نيجيريا التي رفضها المجلس التشريعي الحرب خارج بلادي ثم مثل بعض الدول كمثلا البنين وكذلك السنغال كذلك أيضا هذه الدول نجل أن السنغال لديها أزمة داخلية تكفيها من زيارة الأزمة داخل البلاد بنين تربط علاقات تجارية بين النيجر وهذا ما يسبب لها أزمة اقتصادية في الدخل القومي للنجيريين البنينين الأمر الثاني الإنكواس حتى الآن هي تريد أن تدخل لكن تتعرف أن هناك حجم التدخل العسكري وتدعياتي على النيجر خاصة إنما قام بعض النيجرين بالتبرو وتجنيد أنفسهم لإدفاع وطنهم فبالتالي هذه الشهوب أيضا تدافع عن وطنهم ولربما هذه الشهوب تكون دروع بشرية في نعمهم وبالتالي مثل هذه الأشياء أو الأسباب تيعل من الإكواس لا يمكن أن تقوم بالتدخل العسكري في النيامة وذلك عسبا يتقالي ولكن الإكواس كان لها تجارب في مهمات وتدخلات عسكرية على مستوى المنطقة في أكثر من مناسبة وأكثر من بلد وبالتالي لها تاريخ في هذه المسألة أو هذه المنطقة نعم نعم أخيرها كان 2014 في جنبها وهذا التدخل السابق ليس كما هو الآن لأن نيجر تربطها سبعة دول مجاورة وموظم هذه الدول تعاني مشاكل أمنية ومشاكل إرهاب وكذلك هدوث متداخلة وشعوب متداخلة وسكان متداخلون بين النيجر ونيجريا وكذلك مثلا الهدود التي بين إيتاد ونيجريا ونيجر هناك حركات مسلحة توصف بالإرهابية موجودة هنا وكذلك أن شعوب مثلا في النيجري يرفضون التدخل الأسكري وموظم هذه الدول شعوبها يرفضون التدخل الأسكري لأن يعلمون أن الأكواس تخوض حربا ضروس فيما بعد حربا بالبكالة للتوجهات الغربية ولسيما بارد التي يرى تلك الشعوب أنها ستفقد مصلحة في الليجر بعد وصول العسكر الإنقلابين في أسلطة سيد أب بكر طالما الأكواس كانت تؤكد على مسألة تدخل العسكري أو تلوح به مع تركيز على إعادة بازوم اليوم اللافت أنه مفوض أكواس يتحدث عن استعادة النظام الدستوري في النيجر بكل الوسائل المتاحة دون إشارة إلى بازوم هل يعني هذا أنه تغير في المواقف خاصة أنه كانت تلميحات من المجلس العسكري على مرحلة مؤقتة واستعادة النظام الدستوري لكن بمعزل عن بازوم هو صح تغير في المواقف لأن حتى الآن أكواس الآن في اجتمع الوسائل كانت في غانا قاموا بمحاولة لتفعيل هذه القوى التي ربما تقوم بالعملية الأسكرية فبازوم هو الورقة القوية التي يمتلكها الإنقلابيون في النيجر لأنهم حاولوا مقاوضاته ومحاكمته حسب ما يدعون بالخيانة العظمى وبالتالي أن القانون في النيجر يعني يحكم على الذي يكون للدولة بالعدام هذه أيضا ورقة رابها لأنهم الآن يلعبون على عودة بازوم بسدد الحكم كذلك أيضا بدل منهم وإن لم تكن تصريحات واضحة إنهم سيعجمون بازوم في هال التدخل العسكري هذه أيضا من ضمن المعويقات التي ربما إكواز تراها بعين الاعتبار حتى لا تدخل عسكرية فبالتالي هذه الورقة الرابعة وهو بازوم إما محاكمتي وإما قتلي في القصر الجمهوري وهذه ورقة مقاطعة جدا مدير تحرير صحيفات شاري إنفو الإلكترونية بكر إدريس حسن